قال عقيدة الله في السماء عقيدة كفرية وعقيدة يهودية قال الله في السماء قال لي عقيدة كفرية وعقيدة شنو يهودية أسد فهم الإسلام يا جماعة قال تعالى في القرآن أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير طيب قال تعالى في القرآن عن عيسى عليه السلام يا عيسى إني متوفيك ورافعك وين إلي إلي دمنه إلى الله سبحانه وتعالى رافعك من فوق لي تحت ولا من تحت لي فوق بل رفعه الله إليه ذا الدليل رغم كم ثلاثة أربعة قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح واشنوه يرفعه دا رغم كم أربعة خمسة قال تعالى في القرآن عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين دا جبريل نزل به شنو بالقرآن القرآن نزل به من منو من الله يبقى الله وين فوق قال تعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن مبتدى على العرش استوى على العرش استوى شبه جملة وفي محل خبر مرفوعة وده مبتدى وخبر دي جملة يسمية ده خبر الله أخبر إنه استوى عشان كذي العمام الجامي قال الذين يقولون بأن الله لم يستوي يردون على الله بيردوا على الله الله قال لا أنا استويت قالوا له لا 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 كذي تجسيم هذي الفهمين أنتم أعلم أم الله قال تعالى ثم استوى على العرش سبع مواضع سبعة مواضع في القرآن فيها الاستوى على العرش في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى في سورة طاء قال سبق أنفسرنا هذه الآية في سورة الأعراف ثم استوى على العرش تمشي الأعراف قال مذهب السلف في هذه الآية وفي آيات الصفات انهم يمرونها كما جاءت وهذا مذهب الاوزاع ومالك وغيرهما من ائمة الهدى اهامهلك مجسم استوى 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 معنا اشنو في صحيح البخاري ده برضوهابية صحيح البخاري في صحيح البخاري اخر جزء من البخاري كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء قال مجاهد ده مجاهد ابن جبر ابن جبر ده درس القرآن على ابن عباس قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات امر به آية آية فيفسرها لي ثلاث مرات ختم القرآن مع ابن عباس يفسره لي باقي لك عالم ولا ما عالم شكيس قال اذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به انتهى الكلام قال مجاهد استوى على العرش اي على على العرش هكفر مجاهد وفي صيح البخاري في نفس الباب ده زينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفخر على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول زوجكنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات تجد قليل يا عقيدة كفرية ويتفائم الكفر من الإسلام حديث الجارية وغير من أحاديث طيب